اشتركوا في القناة مرسيل كولر السويسر المدير الفني الناس فجأت ان اللي قاعد على المنصة فوق كابتن ساد عب حفيز ورئيس النادي كابتن محمود الخطيب قاعد في الصف الاول ما قاعدش على المنصة وما دورش على اللقطة لا ده هو بعت رسالة هو مش مفروض بيحضر في كل حاجات دي ولكنه تعمد انه يجي يقعد فطرة وبعد كده لما لساس خالد مدير فرع الجزيرة جيه قال له حاجة فيه اعمال يعني كانت موجودة خرج لمواصلة هذه الاعمال بس عايدي يقول لهم انا لو انا موجود بقعد هنا ومدير الكرة مكان وفوق دي رسالة دي رسالة ما تكلمش عليها بس المهندس عاد لي لا دي رسالة قالها محمد شبانة نسمعه جابني وجود الكابتن الخطيب ومجلس الادارة والناس دخل قاعد في الصف الاولاني زي الجمهور وده حاجة يعني فيها ترفع من الكابتن محمود الخطيب ده رئيس النادي وهو كمان الخطيب يعني هو يستطيع ان يخطف كل الاضواء واي اضواء من اي حد فالرجل الحقيقة دخل زي اي واحد عايز يظهر للجهاز الفني ان هو مساند ويظهر للإعلام ان هو مساند للجهاز الفني من اول دقيقة الراجل دخل زي ما احنا شايفين وله صورة بيقعد على الصف الاولاني كده في الكرسي زي اي حد زي اي زميل صحفي زي اي زميل اعلامي زي اي زميل متابعة طول المؤتمر الصحفي ومش راجل ما تكلمش نهائيا زي اي حد نهائيا ودي حاجة بتحسب للخطيب ودي الحاجات اللي دايما بتصب في صالح محمود الخطيب انك تبقى عزيز كده يعني المؤتمرات البتاع دي المايك وكلام ده احنا اطلقنا عليه في مصر من كتر الشغف بالمايك فبقنا نقول الحديد فناس تمسك الحديدة بتنزلش من فوق الحديدة ممكن تقعد ثلاث ساعات واربع ساعات وخمس ساعات من على الحديد كابتن الخطيب الحاجة ترفع عن ان هو يمسك الحديدة وساب الراجل يتكلم وساب الناس يتكلم في وجودك كابتن ساد عبد الحفيز كان معاك كابتن حسام غالي وكابتن خاد مرتاج ومجلس الإدارة اعتقد كان الناس موجودة ومر المؤتمر بالشكل اللي يا قبو النادي الآن يعني لفت نظره نفس يعني أنا بتقولك دي رسالة ورسالة بتوضح الكبار بتصرفه ازاي يعني أنا مش محتاج أخذ لطا عشان أقول أنا رئيس النادي الآلي أنا رئيس النادي الآلي دي حقيقة لكن في دولاب العمل كل واحد في موقعه هو رئيس هذا المكان فإذا كان الحديث عن النشاط الرياضي كنت هتلاقي خالد العوضي إذا كان الحديث عن كرة القدم هتلاقي الكابتن السيد والمدير الفني دي رسالة مؤسسية نظام احترام الأدوار كمان ترفع يعني أنا مش محتاج كل شوية أثبت حاجة حقيقة الأمر أنا رئيس هذا المكان بديره بتقاليد هذا المكان